تحالف إنقاذ الوطن وأعلنوا مرشحهم لرئاسة الجمهورية ولرئاسة مجلس الوزراء المقبل هل هذا يعني أن الإطار التنسيقي سيكون الثلث المعطل وليس الثلث الضامن في جلسة السبت المقبل؟ ستوصل هذه الحوارات لطريق مزدود يعني ممكن أنه يكون هناك مقاطع للجلسة من قبل الإطار التنسيقي وحلفاء في الاتحاد الكردستاني أيضا رافض لهذه الجلسة لكن أريد أن أضح نقطة مهمة جدا يعني اليوم لما تحالف الإنقاذ الوطن أو الإنقاذ الوطني لما دعا إلى المستقلين لأن يحضرون معه في الجلسة لماذا لا يتم ترشيح أحد المستقلين المرشحين لرئاسة الجمهورية؟ منهم السيد القاضي رزقار أحمد ونحن في الإطار ليس لدينا اعتراض عليه كان طبعا كشخصية مستقلة لرئاسة الجمهورية أين موضوع الاستقلالية بالمرشحين؟ عفوا النواب يعني مع جل احترامي لهم لما أنت تكون نائب مستقل يجب أن يكون مرشحك مستقل أيضا أما تذهب مع كتل أخرى وين الاستقلالية بالموضوع؟ أصبح الموضوع غير استقلالية وهذه خيبة أمل لجمهور الانتخاب النواب المستقلين اليوم ينتظر منهم أن يحصلون على ضبانات بالتغيير والإصلاح وأن يكونوا معارضين في حاسب دعواتهم في البداية لدخول البرلمان أو برنامجهم السياسي كان برنامجهم السياسي والحكومي يضمن أنه سيكون معارضة للإصلاح ودفع العجلة السياسية إلى الأمام والتغيير وتغيير الوجوء لكن اليوم لم يحصل هذا الشيء بذهابهم إلى البرلمان ونحن اليوم لا نستطيع أن نقول أن جميع سيذهب ربما هذه التصريحات تكون غير كاملة من قبل بعض النواب المستقلين قال سيذهب كل المستقلون طبعا بعض النواب وضحوا على مواقع التواصل الاجتماعي في القنوات أنه قالوا إحنا ما رح نذهب إلى جلسة البرلمان لأنه وعدنا جمهورنا أن نكون نواب مستقلين ولا ندخل ضمن الكتلة السياسية لا إطار ولا تيار ولا تقدم أو سيادة أو عزم أو الحزبين الكرديين من الأخوة الكردة أيضا نواب مستقلون وهذا واضح في تصريحاتهم لكن اليوم دعوتهم للحضور أين الموضوع الأغلبية سيذهب في هذا الموضوع والترشيح المرشحين حصرا من هذه الكتل الثلاثة الفائزة يدل على أنه موضوع الإقصاء لجزء من جمهور أو لقوة سياسية واضح في هذا البرنامج الحكومي والدليل الترشيح أنه اليوم رئيس البرلمان كان من التقدم ورئيس الجمهورية من الديمقراطي ورئيس الوزراء إذا تم تمريرهم طبعا رح يكون من التيار الصدري وهذا واضح بأن هذه الكتل الثلاثة اليوم التي تبحث عن أن تحصل على السلطة وتنفرد بها السلطة وتقصي الباقين بموضوع الأغلبية موضوع الأغلبية حقيقة يتم إذا كانت هذه الكتل قد شاركت بالانتخابات ودخلت الانتخابات قبل وانضمت بكتلة واحدة قبل الانتخابات وفازت بالانتخابات لكنه اليوم واضح من إعلانهم إنقاذ وطن أنه هذا أصبح تحالف وليس مشروع أغلبية تحالف تم فيما بعد الانتخابات وهدف أنه يحصل على الحكومة وعلى السلطة وينفرد بها طبعا هذه القوة السياسية الباقية أكيد برح تقبل بهذا الشيء إن تم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر